عايزة أفكر حضراتكم أنه غدا بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي وصرح بذلك السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وأكد أنه تطبيقا لنص القانون في هذا الشأن سيتم تقديم الوقت المتبع حاليا طبعا بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الساعة 12 سباحا يعني قبل ما حنسيب معيكم التاسعة إحنا هنفكركم هنقولك قدم ساعتك ساعة وده حيكون إن شاء الله من يوم الجمعة الموافق غدا 28 أربعة إحنا من خلص ساعة 12 هنكون بدأنا يوم الجمعة وحتى نهاية يوم الخميس ده حيكون الخميس بإذن الله لسه فيه أعتقد فيه سبتمبر طيب خلينا ناخد يعني كده يعني مدخلة نعرف فيها إزاي هذا التوقيت حيقدر يساعد الناس إن يكون فيه تقليل استهلاك الكهرباء دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء مساء الخير يا دكتور مساء نورة سنة متحياتي حياتك متحياتي المتعين الكرام وكل سنة والجميع بخير وسعادة إن شاء الله أنا شخصان بحب التوقيت ده نهار طويل لطيف وإن شاء الله يقدروا الناس يستفيدوا منه قلنا الاستفادة من هذا التوقيت هو طبعا هو آلية من آليات ترشيد استهلاك الكهرباء مش من عجز الكهرباء ولكن هو الفكرة كلها هي تعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي طبعا بما يعود بالنفع على الإقتصاد والدخل هي الألية الوحيدة هي تقديم الساعة بحيث أن هو الاستفادة من النارة الطبيعية لمدة ساعة بالإضافة إلى فيه آليات أخرى هي ترشيد بل كان معالي دوت الوزراء أعلن من فترة الجزء الخاص بترشيد الإنارة في المدينة العامة في الهيئات والمباني بتاعة الحكومة والوزرات بالإضافة إلى ضبط درجات الحرارة الخاصة بالتكيفات كل حاجات دي كلها طبعا دي من ضمن آليات الموجودة لترشيد الاتلاك بالإضافة إلى كان برضو كان فيه آليات أخرى بالتعاون ما بين وزارة الكهرباء وزارة الويترول في زيادة الاستهلاك المزودة عن الغاز وأيضا بنسبة نحن في الكهرباء هو زيادة برضو الاعتماد على الوحدات اللي هي زيادة دورة مركبة اللي بتبقى كفائتها عالية وباستهلاكها أقل وبالتالي هي آليات متعددة الهدف منها هو الزيادة الاستفادة من العاد الاقتصادي من تصدير الغاز الطبيعي تمام هو أعتقد كمان أنه حيبقى مفيد يعني كمان إحنا داخلين فترة الصيف الناس اللي بتسافر حيبقى فيه وقت نهار طويل اللي حقدر يسافر حيبقى ساعات النهار يعني حتى الطرق يعني مش محتاجة لإنارة لأنه يقدر يستغل ساعات النهار حتى المغرب حيبقى تقريبا الساعة 7 ومص فهيبقى عنده يوم طويل يدفع كمان على الفطورة طبعا أكيد يعني أكيد النزل يعني عندما يدفع يعني فيه تعب بحالها الإنارة يعني الإنارة طبعية مش محتاج إلا هو ينور الإضاءة بس برضو مهم أن نحن نخلي بقى يعني فيه درجات حارة على التكيفات والحاجات اللي هي الأضافية اللي احنا أعلن عليها أكثر من مرة إن شاء الله تبقى خير إن شاء الله تبقى خير وفتكر حضرتك قدم ساعتك ساعة بعد ساعة مشكورك جدا دكتور أيمر حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء وبقول لحضرتكم أن ده حيكون إن شاء الله لحد الخميس آخر خميس في شهر أكتوبر 23 ده حينتهي في التوقيت الصيف في وقت طويل جدا تقدروا تستمتعوا الحقيقة أنا بحب النهار الطويل النهار الطويل لطيف والناس بتقدر تعمل كل مشاورها اللي مسافر اللي بيقضي الصيف يعني بيبقى فيه كده الرؤية واضحة ولطيفة وإن شاء الله يبقى جميل